بسم الله الرحمن الرحيم وربيش رحلي صدري ويسر لي أمره وحلول عقدة من الدساني يفقاه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم طلاب الصف الثالث والتدائي منهج كونيكت بلاس living things دي أول كلمة عندنا في بوكاب المهاردة من الدرس الثاني living things يعني الكائنات الحية humans اللي هم البناد مين بانوا آدم animals الحيوانات plants النباتات pure water يعني ماء نقي soil هي التربة roots اللي هي الجزور نعيدهم كمان مرة living things humans animals plants pure water soil roots living things humans animals plants pure water soil roots hydrated يعني رطب يعني فيه مياه كفاية الجسم كده لما يكون hydrated dehydrated يعني جاف joints اللي هي المفاصل خدناها قبل كده sweet sweet هنا مش معناها حلوة sweet هنا معناها العرق وبتيجي كفاعل معناها يعرق المفاصل خدناها حلوة temperature يعني درجة الحرارة temperature toxins اللي هي السموم health الصحة hydrate hydrate dehydrated dehydrated sweet temperature toxins health organs أعضاء جسم الإنسان blood vessels oxygen stomach كل دي كلمات مكررة do exercise do a race athlete hot country كلمات كلها قديمة ما فيش غير hot country اللي هي الدولة ذات المناخ الحار تمام هنا أجاب لي كلمات تانية ما تتخضش من كتر الكلمات أغلبها نتعرفها يعني brain خدناها قبل كده live carry work better كل دي كلمات يعني مرت علينا live يعيش carry يعني يعمل بشكل أفضل think يفكر أو يعتقد lose يفقد أو يخسر move يحرك أو يتحرك هو اللي بيتحرك أو بيحرك حاجة من مكان want يريد عايز حاجة difficult حاجة صعبة بصفة l دي مريض زي كلمة sick headache الصباع feel tired يشعر بالتعب brain live carry work better think lose move want difficult ill headache feel tired hot weather معناها طاقس حار cold بارد liquid هو السائل خدناها قبل كده drinks مشروبات مرت علينا برضو juices جمع جوس عصير عصائر tea شاي cookies البسكوت بيشرح شوكولاتة but معناها ولكن every day كل يوم tomorrow بكرة غبا what happens ماذا يحدث what is going on what happens الاثنين زي بعض how much ما هي الكمية زي ما انت شايف كلمات اغلبها انت اخذها قبل كده الكلمات الجديدة تتعدى على الصوابع hot weather cold liquid drinks juices tea cookies but every day tomorrow what happens how much good for us كويس عشاننا جيد لنا break down into يتحلل الى خدناها قبل كده لما كنا بنتكلم عن the stomach break down into يتحلل ايه طعمه بيتحلل لحاجات هنأخذها كمان شوية help with يساعد في اقول لك مثلا i help you with your homework يعني هساعدك في عمل الواجب بتاعي around the body يعني في كل اجزاء الجسم برضو التعبير ده خدناك تمام ده هنا propositions يعني دي حروف الجر هنا هتلاقي حروف جر في كل جملة for وهنا into with تمام around هنا made up يتكون من made up get rid of واخدينها بكده برضو يتخلص من come out of يخرج من get it from يعني نحصل عليها من كذا get it from بعد كده التعريفات definitions living things يعني anything that live eat and grow كائنات الحية هي اي حاجة بتعيش بتاكل وبتنمو humans اللي هو الجنس البشري امان رجل او من ست امرأة يعني حاجة مش مخلوطة باي عنصر او مادة اخرى يعني هي الطبقة العليا من الارض حيث تنمو فيها النباتات العنصر او الجزء الخاص بالنباتات اللي بيربط النبات بالارض بالطربة hydrated يعني ايه when your body gets enough water يعني المية يعني كلمة hydrated دي معناها راقد يعني مليان مية يعني لما جسمك يكون فيه مية كفاية dehydrated بقى اللي هو الجفاف طبعا هنتقولها hydrated او hydrated تمام احتعافين طبعا الامريكان hydrated when your body doesn't get enough water لما جسمك ما يحصلش على الماء الكافي يبقى هنقول عليه جاف dehydrated joints المفاصل the parts of your body that move ده تعريف تعبان يعني يعني ايه يعني جزء اللي في جسمك بيتحرك ما كل حتة في جسمنا بتتحرك لا هي الاجزاء اللي بتربط بين العظام ببعضها بتربط كل قطعتين من العظم ببعضهم تمام مش الاجزاء اللي بتتحرك تعريف ده مش تمام يعني ايه يتعرك sweet او العرق نفسه liquid هو وسائل that comes out of اللي بيخرج your skin من بشرتك when you are hot لما تكون حرام temperature يعني درجة الحرارة how hot or cold do you feel لأي مدى انت تشعر بالبرد او الحرام toxins حاجات اللي هي السموم ايه هي toxins دي بيقول لك things اشياء اللي انت مش محتاجها في جسمك بتخليك تعبان ممكن تخليك مريض health الصحة the state of being free from illness or injury يعني الحالة بتاعتك لما يكون خالي من الامراض والجروح ربنا يعافيكم كده ان شاء الله عنوان الدرس why do we need water ليه احنا محتاجين الماء اهمية الماء بالنسبة لنا ايه all living things كل الكائنات الحية need water تحتاج الى الماء animals and humans يعني الحيوانات والبناء ادمي drink water بيشربوا الماء plants get it from the soil النباتات بتحصل على الماء من الطربة in their roots من خلال الجزور in their roots we all know كلنا عارفين water is good for us ان الماء مفيدة جيدة لنا but do you know ولكن هل تعرف how important it is for our health ولكن هل تعرف مدى اهميتها للصحة لصحتنا our blood is about 82% water يعني الدم بتاعنا 82% منه ماء blood carries oxygen الدم زي ما انت عارف وخدني قبل كده بيحمل الوكسوجين and nutrients والمواد الغذائية around the body الى مختلف اجزاء الجسم we eat food نحن بنأكل الطعام and it breaks down into nutrients وبيتحلل الى عناصر غذائية in our stomach في معدتنا water helps with this الماء يساعد في ذلك and it also helps carry the nutrients around the body وكمان بيساعد في نقل العناصر الغذائية الى مختلف اجزاء الجسم in our blood vessels من خلال الاوعية الدموية بتاعتنا our brains المخ بتاعنا are made up of about 75% water يعني المخ بتاعنا تكوينه 75% تلك تربع المخ بتاعنا متكون اساسا من المية if you drink enough water لو انت شربت مية كفاية your brain works better مخك هيعمل بكفاءة افضل if you don't drink enough water لو انت مشربتش مية كفاية you get dehydrated هتدخل في قصة الجفاية you feel tired هتحس بعدها انك تعبان and you don't have a lot of energy وما عندكش الطاقة الكفاية you can get a headache ممكن يحصل لك صدع or find it difficult to think او هتلاقي صعوبة في التفكير when you are hydrated لما يكون جسمك رطب it means هذا يعني you are getting enough water انك حاصل على مية كفاية it's good for your joints من المفيد لمفاصلك انك تكون حاصل على المية الكافية يعني your bones والعظمك and your body temperature ولدرجة حرارة الجسم water also helps your body to get rid of toxins المية بتساعد جسمك في التخلص من السموم and helps the other organs in your body to wear well children should drink about one and half liters of water every day الاطفال يجب عليها ان تشرب من على الاقل يعني لتر ونص تمام من المية كل يوم most of this should be pure water يعني معظم اللتر ونص دولة المفروض يكونوا من ماء نقي but ولكن we can also get water from other drinks ولكن ايضا نستطيع ان نحصل على الماء من المشروبات الاخرى such as مثل milk lemon tea and fruit juices وعصائر الفاكهة and fruits والفاكهة and vegetables والخضروات ما عرفش هو بيقرر and ليه ليه مش حاطت كومة كومة كل مرة يمكن عشان مش من نفس النوع تمام we should drink more water in hot weather يجب علينا ان نشرب ما اكتر في التكس الحار because we lose water when we sweet ليه لان احنا بنفقد ماء اكتر لما نتعرق تمام ده ملخص موضوع الماء here القواعد should and shouldn't موضوع should and shouldn't موضوع سهل جدا اي نعم هو كان مقرر على تالت عددي في المرهج الجديد خلوه عليكم انتم لكن هو سهل يعني كل الحكاية ان احنا لما نيجي نقول لحد يجب عليك ان تفعل كذا هنبدأ بالفاعل you ونقول should ونقول الحاجة اللي هو المفروض يعملها يعني you should drink enough water يجب عليك ان تشرب ماء كافي كل الموضوع ان انا جيت بين الفاعل وبين الفاعل حطت should شفت الموضوع سهل ازاي you should drink enough water every day يجب عليك ان تشرب ماء كافي كل يوم عايز اقول له لا يجب عليك لو انا عايز انهيه عن سلوك غير جيد هستعمل shouldn't shouldn't هي هي should لكن وضعنا بعدها not يعني لا واختصرناها بـ n apostrophe تشلنا الـ o وحطينا apostrophe بدل should not بقت shouldn't على طول الـ l مش بتتنطق في الناحيتين you shouldn't eat cookies every day ما تاكلش يا سيدي كل شوية بسكوت بشرائح شوكولاتة هيتعب اسنانك ويتعب الكبد وو we can give advice by using should or shouldn't بيقولك يمكن ازداء النصح باستخدام should و shouldn't اهم حاجة تفهم القصة دي ان بعد should بعد shouldn't ييجي الفعل في المصدر بدون اضافات you should drink enough water every day you shouldn't eat cookies every day لما تيجي تحولها لسؤال هتبدأ بshould وبعدين الفعل should i drink milk every day هل يتوجب علي ان انا اشرب لبل حليب كل يوم والله لو هجاوب بيس يبقى yes you should نعم يجب عليك تمام لو هقول له no هقول له no you shouldn't لا يتوجب عليك should he eat lots of candles and cakes هل يتوجب عليه ان يأكل الكثير من الحلوة والكيك no he shouldn't لا لا يتوجب عليه هنا بدقلك في التدريبات نشغل بشغل تنسك فيه ونكمل match a with b هنوصل العمود a بالعمود b hydrated عايزين تعريف هنطلعه من هنا dehydrated هنطلعه من هنا joints toxins temperature sweet بخد كل اسم ووصله بالتعريف بتاعه هنا في ديالوج بين نوها وبين دينا نوها سألت سؤال دينا ردت قالت no i don't eat enough fruit or vegetables لا ما بقول شي انا فاكهة كفاية ولا خضروات يبقى اكيد هي تسألها do you eat enough fruit or vegetables no i don't eat enough fruit or vegetables هنا نوها قالت حاجة قالت yes i know i should يبقى اكيد قالت لها you should eat enough fruit and vegetables مش هتقول or or هنا نقولها ساعة السؤال او النفي لكن في الجملة العادية المثبتة هنقول and قالت yes i know i should نعم انا اعرف انه يتوجب علي ذلك نوها قالت كمال you should also drink enough water يجب عليك ايضا ان تتناولي او تشرب الماء الكافي milk والحليب and fruit juices وعصير الفاكهة هترد بنفس الرد اللي قالتو ده هتقول yes i know i should نعم انا اعرف انه ينبغي علي يبقى هنكرر الجملة دي هنا تاني هنا نجايب لك مصطلحات تكملها skin sweet joints roots toxins health نروح لصفحة 78 page 78 هنا بيقول temperature organs headache بعد كده يبدأ في السؤال choose the correct word اختار words الكلمة او الكلمات الصحيحة هنا من you should or you shouldn't eat healthy food يجب عليك ولا لا يجب عليك ان تأكل طعام صحي طبعا الحاجة ال positive الإيجابية هنختار should الحاجة negative السلبية هنختار shouldn't you should shouldn't eat cookies everyday طبعا الكوكيز من الحاجات اللي فيها سكريات كتيرة يبقى هنختار shouldn't يبقى في الاولى خدنا should eat healthy food في number two خدنا shouldn't eat cookies everyday هتبتدت حل من number three should he go ولا goes ولا going to bed early طبعا احنا قلنا بعد should بيجي الفعل شكله ايه شوف انت بقى الصيغة اللي المفروض بيجي بها الفعل بعد should she shouldn't eat or eats or eaten or drink a lot of sugar you should eat drink enough water is should has he sleep eight hours you shouldn't drinks drinking drink too much soda should i drink water yes i should yes you shouldn't yes you should we should or we shouldn't have a healthy diet healthy diet الطعام الصحي should i eat candies everyday no i shouldn't ولا no you shouldn't ولا هقول no you should جايب لك الفقرة بيقول لك read وحل انسر the questions all living things need wood animals and humans drink water plants get it from the soil and their roots we all know water is good for us but do you know how important it is for our health our blood is about 82 percent of water blood carries oxygen and nutrients around the body we eat food and it breaks down into nutrients in our stomach water helps with this and it also helps carry the nutrients around the body in our blood vessels our brains are made up of about 75 percent of water if you drink enough water your brain works better if you don't drink enough water you get dehydrated you feel tired and you don't have a lot of energy you can get a headache or find it difficult to think when you are hydrated it means you are getting enough water it's good for your joints your bones and your body temperature water also helps your body to get rid of toxins from your body and helps the other organs in your body to work well children should drink about one and half liters of water every day most of this should be pure water but we can also get water from other drinks such as milk tea and fruit juices and fruits and vegetables we should drink more water in hot weather because we lose water when we sweet how much of our blood is made up of water what happens if you are dehydrated what happens if you are dehydrated of water is made up of water to get rid of water in hot weather we lose water when we sleep well sweet or sweet or sweet or sweet or sweet water helps your body to get rid of water helps your body to get rid of it is clear from what happens if you are obsessed with water you can smoke or preserve or skip food with salt السؤال ده يحل له أنا علشان ما جاش في الدرس يعني تستطيع أن تحفظ أو تحتفظ بالأطعمة لمدة طويلة من خلال إضافة الملح عليها. تمام? تستطيع أن تحفظ الأطعمة بإضافة الملح. بالأطعمة، في الماضي، أحفظ الأطعمة بإضافة الملح. طبعا هؤلاء الآجابة زير بوتس. العدد من الآجابة مع شراء أو لا يجب أن ترى. لن يجب أن ترى أو لا يجب أن أرى الطرق وعلى الطب. لن تترةل الطرق. أنا أرى الكربيضات. نعم، أنا. you drink a lot of sodas. I eat a lot of candy. no you. you drink enough water every day. paragraph why living things need water. ليه الكائنات الحية بتحتاج الماء. كلمات اللي هتستعملها انا اربع جمل for sentences. humans, animals, plants. تبقى تتكلم عن كل واحد من الحاجات دي البنادمين. البنادمين بيحتاجوا الماء ليه? بيحتاجوها ليه? بتحتاجها ليه? ممكن تكتب جملتين على وجملة جملة عن كده هيكمله معك. تمام? الناحية التانية هنا ري رايت. doing exercise is good for your body. عمل التمرين مهم لجسمك. استعمل should. يبقى هقول you should do exercise. you should do exercise. نبدأ بالفعل you should الفعل في المصدر. drinking soda isn't good for your body. شرب المشروبات الغازية ليس مفيدا لجسمك. shouldn't. يبقى هقول you shouldn't drink soda. you shouldn't drink soda. you should never be dehydrated. استعمل should always. مدام جاب لك should always يبقى هتعكس الجملة. يبقى هتقول you should always be hydrated. تمام? بدل dehydrated هتبقى hydrated. yes I should drink enough water. وهنبدأ السؤال بshould. هنا نحولها لسؤال. يبقى هنقول should you drink enough water? نقول لك yes I should drink enough water. should you eat lots of cakes? هتقول no I shouldn't. making your body strong is very important. استعمل should. يبقى هتقول هنا your body ده هكون الفاعل. your body. تمام? should be strong. should be strong. your body جسمك يجب ان يكون قوي. shouldn't sleeping for only five hours is unhealthy. يعني النوم لمدة خمس ساعات ليس صحيا. استعمل shouldn't. you shouldn't sleep for only five hours. يبقى هتقول تاني you shouldn't sleep for only five hours. number eight. should I eat a healthy diet? yes you should. الاجابة yes you should. no I shouldn't drink lots of sweet drinks. وهنبدأ هنا سؤال بshould. يبقى السؤال should you drink lots of sweet drinks? number 10 عايزة زكاء شوية. you should have a healthy body. يجب عليك ان يكون لديك جسم سليم صحية. هنستعمل unhealthy. غير صح. يبقى هنعكس should. هنخليها shouldn't وهنغير ما يلزم في الجملة. يبقى هنقول you shouldn't have an unhealthy body. هنغير اداة النكرة an. تمام? لان هنا بدأ بمتحرك. خلاص? وبعدين هنكمل تكمل الجملة عادي. you shouldn't have an unhealthy body. if the beginning is good, the end is perfect. لو البدايات كويسة تبقى النهايات ممتازة. خلاص? ده المسل اللي انت هتعمله copy. ونتقابل في الدرس التالت مع تحياتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.